كيف أظن أنكم فتركوا؟ ربا تكونوا مبسطين وبأفضل صحة وبأفضل حل الفيديو النهاردة هل أنتحدث عن الموضوع وما هكلم نفسها بقناة وهو الإقامة دائمة في ألمانيا هل أنركز عن الشخص المقيم في ألمانيا قامة عمل وغير إقامة بلو كارد ذلك كيف تحول إقامة بلو كارد الإقامة دائمة هذا ان شاء الله فيديو آخر في الطريقة لكن الفيديو النهاردة هكون عن الشخص المقيم إقامة عمل في ألمانيا كيف يقدر يحقق شروط الإقامة دائما ويقدم عليها هذا هو موضوع حالة اليوم وبشكل خاص جدا هنتكلم جوه داخل القوانين الألمانية عندما أتكلم عن الإقامات دائما بروح لمكان واحد هو القوانين الألمانية ليس بجيب من ووب سايت ليس بجيب من سورس غير جوه القوانين الألمانية نفسها في الجزئات سئمة انترنت وأقول لكم في آخر الفيديو إن شاء الله طريقة سهلة جدا تقدر في أي قانون عايز تعرف مصدره إيه تعرف توصله جوه القوانين نفسها مش محتاجة أنك تسأل عنها فتمنى تشاهد الفيديو الآخر عشان تستفي دكتور حاجة ويالله بنا ما نطولش عليكم ننطالك على فيديو النهاردة لاتس جو جي تسعة شروط لو أنت حققتهم كمواحد مكيم في ألمانيا بإقامة عمل تقدر أنك تحصل على الإقامة دائما تسعة شروط دورت هنقشهم واحدة واحدة حسب ما هو مكتوب بالنص في القوانين الألمانية وهنبدأ بأول واحدة أول نقطة أن الشخص في ألمانيا لازم يكون عنده إقامة بقاله 5 سنين يعني أنك مكيم في ألمانيا بإقامة عمل لمدة 5 سنوات خلصت 5 سنين إقامة عمل في ألمانيا تقدر تقدم على الإقامة دائما تاني شرط أن مصدر الرزق بتاعك مصدر المعيشة أو مصدر مالي بتاعك في ألمانيا يكون متأمن كويس وهنا أصدوم بالنقطة دي أنك تكون عندك شغل ثابت في ألمانيا يبقى مصدر رئيسك لازم يكون مؤمن في ألمانيا ويركزوا قوي على النقطة دي في العقد أن العقد بتاعك UN ثلاثة نقطة هي بتترتب على أول نقطة أن تكون هنا بناك في ألمانيا خمس سنين تشتغل فبجزء من مرتبك يذهب لتأمين اجتماعي فهما أريد إثبات من الغنتين فريساشونج أو التأمين الاجتماعي في ألمانيا أن تدافع في الخمس سنين لقومة بتاعتك 60 شهر تأمين اجتماعي ونجب أن تقدم على شيء اسمها فريساشونج في اللوف يعني تاريخ الهيستري بتاعك في دفع التأمين الاجتماعي لا ممكن تقدمه أونلاين وأنا سأقول لك إن شاء الله في فيديو قصير إزاي ويجيلك على البيت بعدها بكم يوم وطلبت أنا شخصيا مرة واثنين وثلاثة وبعد طولي ما فيش مشكلة كان الموضوع مجاني من غير أي فلوس ويبقى إيه في الموجود في الهيستري بتاعك التأمين الاجتماعي أو في التاريخ بتاعك التأمين الاجتماعي أو السامري بتاعك بيبقى مكتوب تاريخك في كل سنة أنت نفعت الجامب شهر تأمين اجتماعي فأنت مفروض تجمع كل الشهور دي تكونوا معاديين ستين شهر ده ثالث شرط للإقامة الدائمة السبب الرابع أنت ما بيجيبش إثبات عنه بس هم بيبقى عارفين في مكتب نجالب لما بتيجي تقدم عن إقامة دائمة الشرط دوت أنت ما تكونش عاملت جرائب أبنك بيبقى فيه تاريخ لك أسود أو فيه جرائم أو فيه حاجة أنت ارتكبتها في فترة إقامتك هنا في ألمانيا وده بيتحقق عليها على السيستم أي حاجة بتتسجلك محضر في البوليس بيبقى مكتب نجالب عنده علم بيها برده دي أنت مش محتاجة تجيب لها إثبات هم بيبقوا كده كده عارفين فأنت لو تاريخك نضيف مفوش أي مشكلة خلص هتقدم عليها ومش تلاقي مشكلة خرص خمسة بتجيب تأكيد من صاحب العمل أن أنت في الوقت تشغل لسه مع الشرك أو شغل لسه مع المنظمة أنت شغل معها دي رقم خمسة بتجيب ورقة تبقى فورمولا كده بتملايها من على موقع مكتب نجالب وبتروح تختمها أو بتمديها من صاحب الشغل بتاعك أو صاحب العمل بتاعك هو اللي بيختملك عليها هو اللي بيمديلك عليها عشان بس يثبت أن أنت في الوقت اللي بتقدم فيه على قومة دائمة أنت شغال عنده في الشرك رقم ستة دي بتخص بس شوية وظيف معينة كالدكاترك على سبيل المثال أنه هو عشان أنت تقدم على قومة دائمة لازم تجيب أن أنت عامل تصريح مزاولة المهنة في بعض المهنة في ألمانيا لازم مع الشهادة الدراسية بتاعتك تكون معاك برضو تصريح مزاولة المهنة بس أنا مابورش عن دكاترك لأن الدكاترك يبقى في الغالب بلو كارد يعني بيبقى بلاو كارتا دي قامة عمل تانية بس أنا أتكلم أن في بعض المهنة التانية اللي بتبقى أحتاج برضو تصريح مزاولة مهنة في الحلقة دية أي تصريح ملزمة عشان تشتغل تكون مطلعها لازم تجيبها برضو معين وتقدمها سابع نقطة أنت عندك معرفة جيدة باللغة الألمانية هما مذكروش في القانون بالضبط المستوى بس هو دايما اللي بيعزوه في اللقامة دائمة هي البي أينس كلما يبقى عندك مستوى أكثر بيتس باي سي أينس بتيبقى أحسن بس المنموم أعلى حاجة ممكن تعدمها لمكتب من أجانب كإثبات للغة الألمانية هي البي أينس وساعات أصلا لما بيلاقيك بتتكلم ألمانيا معاه في المقابلة ما بيحتاجش إثبات للغة الألمانية وبيكتب في الملف بتاعك هو بيتكلم كويس ألمانيا ثام النقطة أنت تبقى عارف القوانين ودارسها ودارس تاريخ ألمانيا ودارس الاجتماعيات ومندمج في المجتمع عن طريق امتحان اسمه ليبين اندورجلند أو مسمى أخر لي اسمه أينبواق حلما تست الامتحان الجنسي يعني هو اسمه ويسم брarck ألمانيا نفسه أيضا هو هو امتحان الجنسية الفرق إن أنت عشان تقدم عن المتحان للaelمايا هو كورس جديد إضافي لكن الامتحان الجنسيه؟ هو نفس الامتحان بالضبط يمكن ضع يوجب Lacors مثل هذا الفرق إذا كان ابتحان اللقامة دائما يفعلن كورس يمكنо اعتقده ومتحان الجنسيه بيبقى امتحان بلغ سجرaming Lacors هو نفس نظام الامتحان وهو نفس الأسئلة المتذكرها هو نفس كل حاجة في الامتحانين فأنت لازم عشان تثبت اندماجك في المجتمع يكون انت واخد كورس زائد امتحان وما بيبقوش غاليين يعني مثلا الامتحان نفسه 25 يورو الكورس أنا معرفشه كم بس برضو مش هتلاقيه غالي كورس هم مع بعض اتخذوا باكتج كده وتروح تامتحن وبيبقى امتحان سهل أنا عن نفسي امتحنته روحت لامتحان الساعة 3 خرجت منه الساعة 3 و 5 في 5 دقائق حليت 30 سؤال 33 سؤال إن أسف خرجت من المتحان سهل جدا وبسيط ما تخافش منه خارس تاسع واخر نقطة وهو ان يكون عندك مكان كافي للمعيشة زي ما احنا قلنا في اللم الشم لان انت مفروض يكون عندك مكان برده تعيش انت وانتك مؤمن فيه تفرض المساحة الكافية ليه على الأقل 12 متر مربع هذا الفرض البالد لكن من 6 إلى 10 سنين يبقى 10 متر مربع وفي الأقل من 6 سنين ما بيحتاجش أنه يبقى ليه مساحه فأنت نازم توفر سكن عقد إيجار سكن أو عقد تمليك سكن يكون على أقل مكافيك أنت وعيلتك سواء بعدد أفراد قد إيه أنت وزوجتك وأطفالك أنت تحسب كل فرد وتشوف المساحة كافية أو لا لو أنت توفرت فيك التسعة الشروط نحن قلناهم دولة يبقى أنت يحكي ليك على حسب القوانين العلمانية أنك تقدم وتاخد لقامة دائمة في المانيا فكذا في الحالة الشخص المقيم بإقامة عمل يقدر أنه يقدم بعد قد إيه بعد خمس سنين في المانيا هل القوانين هتتغير بعد كده هنشوف كل القوانين اللي بتتغير دلوقتي هل قوانين الجنسية لكن هل القامة دائمة في المانيا قوانين هتتغير أعتقد أ وهتابع معيكم بالزبط إلا يحصل وهنزل إن شاء الله في تعديل وبالنسبة للمتزوجين للأشخاص اللي هقدموا على قامة دائمة هل يحكم لهم برضو أنهم صلوا برضو على قامة دائمة لازم يكون بقالهم خمس سنين كإقامة لم شمل هنا في المانيا نفس الشرط بس خمس سنين ومش محتاجين يثبتوا بقى أنهم معهم فلوس ولا معهم تأمين اجتماعي ولا أي حاجة من الحاجات التانية بس لازم يعملوا برضو امتحان الجنسية أو امتحان اللي قامة دائمة نحنا قلنا لي في ديتشلند فبالنسبة للزوجة أو الزوج المكيم في المانيا يقدر مع زوجه يقدر معنى قامة دائمة في حالة لو هو مقاله خمس سنين كأقامة لم شمل كأقامة لم العائلة في المانيا لكن أنت لو جاي كدراسة وبعد كده حاولتها كلم شمل نفترج مثلا واحدة جاي كدراسة واحد جاي كدراسة الاتنين قعدوا سنتين ثلاثة كدراسة وبعد كده اتجوزوا وعمل لها لم شمل على سبيل المثال أو هي عملته لم شمل بتحسب مدة الدراسة ديت نص المدة يعني أنت لو عدت ثلاثة سنين بتدرس مدة الدراسة بتتحسب لك سنة ونص مش بتتحسب لك من دم كأنها سنة من الخمس سنين اللي انت أصدق عليهم تالي أنت لو متزوج لازم تكون قاعد خمس سنين لم شمل ومدة الدراسة بتتحسب نص في المدة يعني السنتين بيتحسبوا سنة والسنة بتتحسب ستشهور وهكذا وطبع ينطبق برضو على فترة التدريب في الأوسبلنج الأوسبلنج فترة التدريب بتاعتها لثلاثة سنين اللي في الأول يتحسبوا بالنص المدة عشان تبقى فاهم بس وانت بتقدي كل المعلومات التي ذكرتها ديت في المواقع اللي هتلاقيه في الوصف أول لما هتنزل تحت في الوصف هتلاقي الموقع تدربيه لكي تتروح على الصفحة الرسمية على القوانين المانية جوه القوانين المانية على الانترنت وتشوف بالزبط هما قيلين ايه جواه هتمنى تكون انت خدت معلومة مفيدة من حلقة النهاردة حلقة جاية بإذن الله هنتكلم عن إقامة دائمة بس بالنسبة للناس الحاصلين على بلو كارد أو البطاقة الزرقاء في ألمانيا هم حلقة خاصة في التقديم على إقامة دائمة بيبقى الموضوع أسهل من الشروط اللي نورتها دلوقتي ولو انت حاصل على بلو كارد أو انت من المحتمل اللي يبقى بعد ما تخلص دراستك على بلو كارد الفيديو اللي جاي هبقى مناسب لك جدا وهتعرف معلومات أكتر وكتر ما نكون انبساطوا بالفيديو استمتعتهم بيه والمعلومات اللي جواه أفضتكم جدا إزاي القوانين دلوقتي في المخوار بتاع النهاردة دائمة شخصية أنا لأي أنا أن قدمت على قومت دائمة بس عن طريق بلو كارد فأنا أحكير لكم إن شاء الله تبير ربتي في الحلقة الجاي على خير بإذن الله أتمنى لكم من كل قلمي الصحة والسعادة كل ما هو قادم أراكم إن شاء الله على خير سلام أحسن ناس اشتركوا في القناة